انت كان عندك بعض الحالات عايزين لنستعرضها يا رجال لو الحالات منجودة نقطة قصة كلها برضا سنتقلم على الحالات هو الأهلي الفترة أخيرة زي ما قلت لحضرتك بناء بالأرقام والأحصيات مقرناتاً من السنة دي والسنة اللي فاتت إن أهلي عاجز عن صناعة الفرص من لعب مفتوح خلينا نمتفقين كولر دائماً بيعتمد على نمط أو الأهلي في الدوري جاب 12 هدف منهم 10 هدف من لعب المفتوح يعني مش من كورة سبت لكورة متحركة خمس أهداف من العمق والخمس أهداف التانين اتنين من الإطراف وتلاتة من التسديد من الخارج والتسديد من الخارج يعني اختلف في بناء على وضعية اللعيب بتبقى شكل جماعي أو بتبقى يعني اجتهاد فرد كولر معتمد على نمط أو اتنين قوي الأهلي بقى بيعاني إن الفرق لو صاده بقت عفظ الأشكال دي بعض الأنماط الهجومية اشرحنا بقى بعض الأنماط الهجومية اللي من المفترض أكيد كولر بيبتدي لازم يستقبل فترة جاءة برضو مش اللي سمح الله مش أنا اللي هوجه كولر انت دايما لما بتواجه دفعات على فكرة ممكن نوجه يعني لا سمح الله طبعا يعني ربنا خلي حضرتك انت دايما لما بتقابل دفعات منظمة أم متكتلة أو زي ما بيقولوا باللغة الدرجة بيركنوا الأوتوبيس أصادي المنطيات الثمانتاشر لازم تبتدي تختريق الدفاعهم ده النمط الأوليني ان انت بتعمل أيزوليت للملعب بتعزل جبهة عن جبهة أخرى بتجمع لعبة مثلا بالجبهة اليسرى بيحس تجذب لعبت المنافس ناية كلها تيجي عندك أو الجبهة اللي انت فيها كرة ثم بعد كده بتعمل تمرات سريعة عشان تقدر تنقل الهجمة للجبهة اليوم ده نمط مميز جدا أهل قريدي بيعملوا في المتشاط الأهل قريدي بيعملوا بديم دمن الأنماط اللي يجمع اللعبة في التجاه ثم بعد كده بتبتدي تمريرة قصيرة أو العكس للجناح ايان كانت تجميع اللعبة فين بفداية كلر بيعتمد على نمط زي ده لكن المنافس يبطلق قراء دي جزئية الجزئية التانية حتة النمط أو الرجل التالي ايه هي كلمة رجل التالي أو المسافة الصفر رجل التالي دايما انت بتعمل الله مسافة صفر المسافة صفر بالضبط هي الجزئية كلها بيختصار شديد ان انت نمط التالي انت فيه لعيب حر المدافع مش واخد باله منه بيبتدي اقتح بالمساحة بمعنى اصح المدافع او من دمن الموجبات الاساسية للمدافع حتة الركابة ما انتمان طبيعا انت اللي بتعمل وان تو المدافع بابعينه على المهاجم المعاه المهاجم هو المستقبل لكرة طول اللعيب التالت لما بيجي الكرة للشخص التالت بيجاي من وراء القدام فصعب جدا على المدافع انه هو يبتقي زي بالضبط حمدي فتح نفس زي حمدي فتح بالضبط زهرة حمدي فتحي السنة اللي فاتت كان بيقوم الدور ده كان اللي كانت جودة كان بتبقى زهرة دايما اقتحم المساحات عن طريق تمرير هو بيدي مثلا البصة الاولانية سي مثلا لأفشة والبصة التانية بتيجي للمهاجم والتالتة بياخده هو بس بياخد البصة الاولانية من الشخص اللي اداله الكرة اول مرة بيبقى هو مستقبل لكرة التالتة فبالتالي المدافع اللي قاعد ماسك سي كهرباء مثلا كأنه كمهاجم مش واخد باله ان فيه لعيب جاي من وراء القدام هكتحم المساح في بعينه على كهرابا انا بدي مثلا مثلا بيبعينه على كهرامة هل قال لي ديانج ممكن يقوم بالدور ده هو ديانج بتالي يقوم بالدور ده لكن الامور بش بنفس جودة حمد الفتح محمد عبد المنعم ممكن يقوم بالدور ده محمد عبد المنعم بس فيقول في اخر يعني ولا هو ما ايده ادوار ده في اي اكتر او محمد عبد المنعم يوردي مدافع انا بتكلم على التلت لخيل للمنافس نبقى بس احنا شوفنا في بعض الحالات محمد عبد المنعم كان بيلا عبر رأس حر او باني طبعا ده بلوقتي في اواخر المطش او كده في بيبتدي طبعا تبقى الادوار استثنائية شوي لك انا بتكلم على بعض الشكل التالت برضو شكل التالت يبقى اول شكل هو تجميع اللعب في سايد والنقل والشكل التاني هو النمط الراجل التالت ده طبعا من اميز ايلاندية على الوروبا طبعا هو منشستر سيدي النمط التالت انت دايما لحضرتك لما بتيجي تعمل خط دفاع بمعندك خطين دفاع او تلت خطوط دفاع خط الدفاع الاول هو المهاجم خط الدفاع التاني لو خط الوسط خط الدفاع التالت هو المدفعين ده طبيعي اول مهاجم اللي بيجي يضغط ده يعتبر خط الدفاع الأولين لما أنت بتيجي بتقابل فريق متكتل دفاعين فبالتالي بتبقى الخطوط بتعمل كدفاع متأخر تحس خط النص يا أستاذ رجاي بالبلد كان نايم على خط الدفاع فلازم تشدهم تعزلهم عن بعض فده بالآخر يعني باللغة الكرة بتحط لعيبة بين الخطوط لعيبة مهارية ما بين الخطوط عشان تعزل تعمل مرحلة عزل ما بين خط الدفاع وبين خط النص عشان ليه في لعيبة أصحاب مهارة تخش ما بين الخطوط وتقدر تستلم الكرة وتقرب أكتر مسافة من مرمى المنافسة للأسف كنت تحديداً أحد لو أنا فاكر ماتش سموحة لو أنا فاكر صحيح بالضبط الله ينور حضرتك أنا كنت تذكرها كان مسل برضو بس تمام صح كابتن أحمد سامي مش ديه طريقة لعبه بس للأسف لما بيبقى قدام أهلي أو زمالك أو مش يعني سابنا من سموحة مثلاً مودرن فيوتر وهو عمل أداء كويس يعني بس لما بيجوا الفرق ديين حتى لو كانت فرق كبيرة بس نقطع أمبرامنت لما بيجوا يلعبوا قدام أهلي أو الزمالك بيتكتلوا بزي منت كده المصطلح اللي انت استخدمته إيش الخط الوسط بيبقى نايم على دفاع عشان بيقول فدحلوا أنه يكون لعيبة مهارية ما بين الخطوط بيتخط لعيبة بين الخطوط زي مثلاً كهرباء بدل ما هو نايم ومن الاتنين سين ترباكين بتوع المنافس بينزل عشان يعزل خط النص فبالتالي خط النص بيبتدي يتقدم عشان يخطف الكورة من اللعيبة المستحوزة فيتلاقي كهرباء عنده حرية أنا بدي مثل كهرباء كأهل يعني يبتدي عنده متنفذ زي ما حضرتك قول نوع يبتدي يستلم الكورة فلما يستلم الكورة بيعمل خلخلة في المساكين المساكين اللي مسكوا أو اللعيب المتركب لو كهرباء فلت من الرقابة هي دي جزء ده ورده نمط أو شكل معين على فكرة واحدة كهرباء كولر بيبتدي يستخدم حاجات دي أوراديو بيستخدمها لكن الكورة بيش معتادة يعني كولر اللعيبة حفظة ثلاث أربع أنماط وما أوراديو حفظنا لكن بيختلف الجودة فالمنافس عندنا كم ماتش قد قبل كاس العالم اتنين تقريباً اتنين تقريباً أو تلاتة على حد ذا ذكرت يقدر كولر يفعل الخطة دي قبل كاس العالم أوراديو موجودة لكن مش معتادة أو مش متكررة المتكررة المنافس لحد ما يبتدأ يقرأ إيه دي الجزئة اللي أوز أوصل لحضرتك آخر برضو حاجة عشان احنا الصراحة يعني الجزئة دي دي جزئة إن أنا يعني بعمل موبيلتي أو حركية بعمل تبادل مراكز بمين الجناح مثلا والمهاجم بخلي بعمل عشان الغارض منه أعمل خلخلة في تفاع المنافس مثلا المهاجم بينزل بيسقط ياخد مع المدافع المساج بتاعه واللي يقطع من المساحة ليه بنص الملعب أو لعيب رقم عشرة زي بيعملها إمام عشور إمام عشور يعملها بجودة بطول الله ده اللعيب كويس جدا أو في كل الله ينور عليه ممكن لعيب تاني يعملها كرة تتعطل منه يتحرك غلط دي النقطة اللي بقول لحضرتك عليه اللي سبب من أسبابها لو رجعنا نقطة رقم واحد حتة الروتيشن ممكن الروتيشن في المركز ده مش مناسب للعيب ده أو بمعنى أصح اللعيب ده مش مناسبه الفكرة دي فكون المدرب طالب منه الفكرة دي لكن تتنفس بجودة أكتر أو أعلى أنا بدي مثلا محترامي الكامل اللي لعيبت الأهلي بجودة زي إمام عشور ممكن ما تدنش بنفس الجودة زي سي لعيب تاني زي مثلا مروان عطي أو ديانج وممكن يتحرك غلط ممكن يتحرك فيخبط في لعيب أصاده عشان مش عارف التوقيت الطايم لازم برضو كحاجات دي بلها طايم أول ما كورة تيجي لليب رقم 8 أكهرباء ينزل يسحب مدافع أنت تتحرك على طول ممكن يتحرك على طول تحركوا في المساحة الخالية لكن الطايم بتاع الباصة وحش حاجة جزئية تانية حتة الموبيلتي الحركية ودي من المبادل عامة للهجوم حتة أن الأجنحة تغير بصفة دائمة التمركزات وتعايتها بالضبط كده زي ما انتقول تكده مركز تمركز وليس مركز الله ينورى حضرتك يعمل خلخلة في المنافس المنافس المدافعين يحصل من نوع من أنواع الصدمة هو ماسك سي مثلا كهرباء فكهرباء يروح لحكي لمين فيتحرك معاه في المساحة تفضل فعبال مدافع التاني اللي جنبه ياخد باله فتبتدي دي نوع من أنواع اللي يحصل العشوائية في الدفاع المنافس الغرض كل ده إن أنا أوصل أو أقدر أصنع فرصة هيدا كل أنا آسف لو قد طولت في الجزية دي الغرض منها إن أنا أقدر أصنع فرصة